بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة منه وبركاته الله أما بعد نستأنف الحديث في شأن بعض أيات والرد في سورة عن كبه قل كبى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلموا ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أوليكم الخاصلون أي قلنا العلم لا يعلم السماوات والأرض كل ما اتصل بهما هو عند الله لا عند غيره ولا يشرف في أمر أحده ولا يضطل على علمه إلا بما شاء لمن شاء ولفترة وجلزة وقلنا اللغة ذاتها هي بين حياة الموت وبين تشتت في اللهجات وبين نهج اليوم اللغة للحصيل اللغوية للإنسان اليوم عليها بعد حين تولي ليست من ذات شأن نجعتها من تحبط وتطوى على نهجة أخرى أو لغات أخرى لكن اللغة التي من وعد الله بحفظها هي هي التابعة للقرآن وهي الحاملة للقرآن لسيبور وهي نغة العرب هي نغة اخترى ربنا سبحانه وتعالى لقصد منها ومهما حاول أعداء اللغة لأن يقصدمها فما صدعوا ولو لحظة من عمرهم هم فلا دايان وهم يلهتون لعلهم يحضرون بشيء من تحقيق الأحلام المريكة وهذا قلنا محال وهو سلوك المرضي في قلوب المرض حتى من يبدعون أنهم عرب فهم لا يفقه ناري العربي لأنه فقه ولا علمه ألا القرآن هو كلام الله وكلام الله هو كل بركات وكل كرمات وكل حكم وكل حقائق وكل زلزلات لأعداء الله يعني ولهذا أهل العربية ليس كلهم أهل الله وكلنا كم من مرهم المخضرون وهم الخائنون وهم أبناء وأبناء وعمت وعساء لبن إسرائيل أشقيا منا في خيانتهم جميع من الله في كذبهم عن الله يدعون العلاقة بالله وهم منها براء ويمنهم براء وكما قالت المصارى واليهود نحن أبناء الله وأحبائهم العرب مثلهم يقولوا احنا ليس مثلنا حد وهم بالحقيقة ليس مثلنا حد في خيانة الله وكلام الله ورسول الله عليه السلام إذن قل كباب بالله بيني وبينكم شهيدا شهيد على كبابكم وعلى خيانتكم وعلى أخلاكم العهود قل كباب بالله بيني وبينكم شهيدا يعلموا ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل سيكون دائموا بالباطل وكافر بالله وكافر بالله يعني لا ملاك